مرحبا برج الجدي أرى أنك يا برج الجدي حاليا أنت في طاقتك ولكن حزين أكثر يعني أنت حاليا في طاقتك الاعتيادية وهي طاقة ملكة الأرض أنت حاليا لديك أشوف أغلب ما تريده على الصعيد العملي أو يعني راضي مقتنع حاليا في حياتك في هاي الوضع ولكن كأنما عندك نوع من الحزن نوع من الحنية إلى شخص ابتعد عنك إلى شخص لم يعد موجودا في حياتك موجود جدا أنت في محيطك لحد الآن أنت تفعل الأمور اللي دائما تفعلها ومشغول أيضا في حياتك ولكن في قلبك في عقلك دائما هاي الفترة زايد تفكيرك بهذا الشخص واحتمال رحيلة عنك أو ابتعادة عنك أو أنه انفلت من قبضة يديك لأنك إنما أنت كنت ماسك العلاقة كما الخماسي في يدك يوم من أيام ولكن حدث شيء وابتعد عنك هذا الشخص في حاليا أنت تمر بمرحلة ندم معرف حسرة حنين إليه اشتياق تتمنى أن الوقت يرجع بك لسابق رح تسوي الأمور بطريقة مختلفة أحتك جدا قاعد تفكر فيه وفي الماضي ولكن في نفس الوقت عندك كرت المشاغب أو المخاطر الشخص المرح اللي مستعد أن يقفز من على التلة ويكون وزنه خفيف احتمالات كثيرة ولكن أشوف أنك إما قاعد توهم الناس اللي حولك أو الشخص اللي أنت حاليا موجود معاه في علاقة أن أنت تخطيت الشخص الأولي تخطيت الحبيب الأولي كأنما أنت خلاص حاليا ما عندك أي ارتباطات فيه ولكن أشوف أن كرت الفول في هاي القراءة كأنما بعدت الظاهر لأن هذا الشيء غير حقيقي أنت حد الآن لم تتخطى هذا الشخص لحد الآن تحبه لحد الآن تفكر فيه فمجرد قاعد تتوي هاي التمثيلية تكثر من الضحك تكثر من الخروج تكثر من الحياة الاجتماعية عشان فقط توهم الناس كأنه معارض مسرحي توهم الناس أن أنت خطيته احتمال هو زوج سابق أو حبيب سابق ولكن لحد الآن أنت متعلق فيه أنت لم تنسى لم تتشافى من العلاقة لأنه موجود تحتهم كرت الماء فيه شيء عميق لحد الآن عندك لم يطلع فيه حقيقة لم تصارح فيها نفسك أو هذا الشخص الموجود في حياتك ممكن يكون أم ممكن يكون أخت ناصحة شخص تطلق فيه يعرف عن مشاعرك لكن هذا الشخص وإن كنت أنت مشغول هنا ولكن هذا الشخص مشغول فيك أنت فيعرف ويفهمك عارف أن أنت لحد الآن لم تتشافى وإن لم يتحدث معك عارف أنك لم تتشافى من هذا الحب أو لحد الآن أنت ندمان ومتوقع أنك رح ترجعون لبعض هذا الشخص عينه عليك تفكيره فيك كأنه شيء لهمك أجين عنده طاقة الأم المراعية اللي تتمنى لك الخير اللي أنت دائما في قلبها وتفكيرها وتتمنى أنها تشيل الألم عندك منك يعني وكمان أنت هنا أحسك في طاقتك العادية يا برج الجدي أنت يعتمدون عليك الكثير من الأشخاص تساعد الكثير من الأشخاص مهم في محيطك كأنما أنت البلسم أو الشخص المضحك لجميع اللي في حياتك كأنما أنت جدا شاطر أن أنت تخفف عنهم جروح لأن أنت عندك طاقة الأم طاقة ملكة الأرض وهي الطاقة المعطاء ولكن لنفسك أنت تشنك مون قادر تعطي مثل ما نقول باب النجار مخلوع ولكن هذا الشخص يحاول أن يساعدك أنت شخصيا لأن أنت قاعد مشغول في الآخرين تساعد الآخرين هذا يحاول يساعدك يحاول أن وإن كان بشيء بسيط أن مثل اللي يبرد على جرحك أو يخليك تتصبر اللي أيضا طاقة الماء هي طاقة الصبر وطاقة التحمل يحاول يساعدك أو يخفف عنك يعطيك الأمل في نفس الوقت ولكن أنت طلعاتك كلها إلى هذا الجانب اللي في الشريك الشريك حاليا مشغول جدا يعني طاقتها جدا تختلف عن طاقتك أنت عندك طاقة الأرض ولكن مش هامدك في هاي الفترة مو أكبر اهتماماتك الأمر المادية هذا الشخص كأنه ما فتحت له في هاي الفترة أبواب السماء صار عنده الخماسي الأول وهي هدية من السماء توفيق من الله سبحانه وتعالى فجدا مشغول أنه هو يحصد كل شيء ويحاول ينجس كل شيء في هاي الفترة لأن احتمال كانت متوقفة عنده الأمور المالية الوظيفية في السابق فلما انفتح لأول باب منغمز جدا في تحقيق ذاته في تحقيق هاي الأموال اللي يدخل اللي كان دائما يحلم فيه ينتقل لبلد ثاني يفتح بزنس ومن ثم إلى بلد ثالث جدا مشغول في هاي الفترة فطاقته جدا مختلفة عنك يعني هو منغمز في الحياة المادية أنت منغمز حاليا في مشاعرك كأنما توق استوعبت أو أدركت ألم رحيلة هذا الشخص لا كأنما المادة قاعدة يعني رأى المادة فهنساك تماما ولكن هو لم ينساك عنده كرت ثلاثة الأخصان ثلاثة الأخصان في الكروت العادية أو الصورة الأصلية هو شخص عنده ثلاثة أخصان مزروعة في الأرض أعطاك ظهرة ومنتظر السفن بكل إيمان السفن اللي فيها حمولته أن تأتي إليه ممكن يكون حبيبك منطاقة من الأبراج النارية ممكن أنت حاليا قاعدت تتعامل مع شخص برجة مائي اللي حاليا موجود في محيطك يحاولي يخفف عنك ممكن شا قولك هذا الشخص مستسلم ولكن كأنما أعطاك ظهرة أعطى الموضوع العلاقة ظهرة بحيث أن شا قولك قام يصير اللي بده يصير يصير بالنسبة لهذا الشعارة بخصوص علاقتكم في هاي الفترة اللي بده يصير يصير لأن احتمال أنه تعب في السابق حاولي مشي العلاقة كانت العلاقة مو مستعدة تمشي أنت كنت غير مستعدة أن تمشي معا ولكن احتمال الحين يوم صرت مستعدة أن تقفز أو تدخل في العلاقة هو صار مشغول هو صار مبتعد هو صار بارد باتجاهك لأنه تحول إلى أمور أهم عنده ست الخماسيات في نفس الوقت هو جدا مشغول بتدخيل الأموال والصرف احتمال أن يدخل مثلا ست خماسيات عنده ستة ولكن يصرف منهم فقط خماسي الباقي يوفرهم فهو جدا مشغول في إدارة مصاريفه الخاصة ودخله الخاص بحيث أن شنو قال عن علاقتكم قاعد يقول عنده إيمان بأن النصيب رح يصيب فما رح هو يتحكم بالموضوع أو حتى يحاول أن يأتي تجاهك في الفترة القادمة خلاص رح يدع الأمور تأخذ مجراها رح يتوقف عن مثلا أن يحاول يرجع لك أو الأمور اللي كان في السابق يعملها خلاص هذا الشخص كأنه ما قطع السلاسل ولكن السلاسل اللي أنت موجودة في طاقتك هي برج الجدي هي سلاسل الأوهام برج الجدي كرته كرت الشيطان والشيطان معناته أنه أوهام أفكار سيئة أفكار سلبية أشياء من تخيلاتنا غير صحيحة فهو كأنما صار فترة معينة دائما يتخيلك وممهوم ولم هو أيضا كان يتوقع العلاقة أنه تنجح لم تنجح فعشات جدي الحين أدار ظهره وعنده إيمان أنه لو أنتم مكتوب لكم ترجعون لبعض رح ترجعون ولكن خلص وضع الموضوع بيد الله سبحانه وتعالى استسلمه لأمر الله لم يستسلم نقطة استسلم لأمر الله الطرف الثالث عنده السيف الصغير الغير محترف عنده كرت برج العقرب كرت الموت التغيير الشامل التحولات على مستوى كبير وكرت ثمانية السيوف أشوف أنه في طرف ثالث ممكن يكون هذا الشخص ممكن يكون شخص من طرف هذا الشخص ولكن الشخص جديد سيحاول أن يدخل حياتك سوري سيحاول أن يدخل حياتك ويقوم بتغييرات جذرية كأنما يعني يتطرف أن اليده صلاحية عليك كرت الموت هو كأنما ملك الموت يدخل ويغير كل شيء فرح يحاول أن يدخل حياتك يغيرها كامل بدون حتى أن يعرفك يعرف طبيعتك يعرف عن علاقتك مع هذا الشخص أو يعرف حتى يفهم مدى حبك للشخص القديم سيحاول أن فقط يدخل ويغير ويتظاهر أنه هو يعني كأنما ملكك أو أنت في علاقة ولكن اللي ما يعرفه واللي رح يكتشفه بعد فترة أن هذا مش بالنسبة له مهمة ويقدر ينجزها هذا الشيء باستخدام طاقته الطبيعية هو أشوف إنسان ممكن يكون جاف صارم عنيد عسبي يعطي أوامر للجميع رح يكتشف أن معاك أنت هذا النوع من التغيير ما رح يغيرك ما رح ينفع معاك هاي الأسلوب مو جيد معاك فبدل أن يحاول أن يغيرك أنت اللي كأنه ما ستأخذ هذا الشخص الجديد وتخليه في مثل المتاهة أو تخليه في مثل حبيث أفكار الخاصة احتمال يكون برج هوائي أو مائي عندنا العقرة ولكن كأنما أنت بتحط الأمور في نصابها مع هذا الشخص يعني أنت لو كنت مو بسأكد بخصوص مشاعرك تجاه الشخص القديم معه الطرف الثالث رح تتأكد لأن هذا الشخص رح يعجز يغير معاك الموضوع يغير معاك الأسلوب ما رح يصلح رح يحاول يكتشف لماذا أنت بهذا الشكل عند طاقة الجاسوس يحاول أن يكتشف ليش أنت بارد معه ليش أنت لا تريده ليش أنت مو متفاعل معه احتمال يصلح الجواب من ملكة الأكواب ملكة الأكواب رح تتواصل مع هذا الشخص وتخبره أن ترى برج الجدي لحد الآن في شخص في قلبه في باله وقتها أسلوبه المعتاد لن ينفع وسيكون حبيس لسجنه الخاص اللي وضعه على نفسه قراءتكم جدا اليوم مباشرة بشكل عام ممكن يكون أيضا الشريك عندكم برج هواي وهذا الشخص برج عقرب وبرج مائي ممكن يكون من أي الأبراج هذا الشخص ممكن يكون يحاول ينسيكم الشخص القديم اللي هو يكون برج هواي ولكن يفشل لما يفشل هو ستنقطع فيه الحيلة مو عنده شي يسوي خلاص أنا مر أنا هذا الشخص كأنه ما شفت البذرة شلون مغروسة في الأرض دائما يرمز للخماس الأول أنه هو البذرة المغروسة في الأرض هذا الشخص مغروس في قلبه ما في نوع من الموت أو من التغيير اللي ممكن يخرجه يخرجه من قلبك لحد الآن أنت انتظره لحد الآن أنت توقع أن يوم من الأيام تمشي العلاقة بينكم يمكن تمشي راح نشوف في كارت المفاجآت شنو راح أصير عندك يا برج الجدي وقاعد أشوف أن هذا الشخص لحد الآن يفكر فيك لحد الآن في حب في ارتياح وحب تجاهك ولكن ما عنده طريقة أن يتواصل فيك معها ما عنده طريقة يوصل لك مشاعره فمن أجل ذلك هو توقف عن المحاولة وقاعد يركز في حياته الخاصة حاليا كارت المفاجآة لبرج الجدي عندنا كارت انقلم عندنا عنصر النار موجود عند هذا الشخص أمير النار كارت أمير النار يتحدث عن هو شبيه بطاقة برج العقرب التغييرات المفاجآة أو خلي نقول مثل البرج عندما يقع البرج التغييرات اللي يجلبها أمير النار تغييرات مفاجآة ماذا سيحدث؟ احتمال هذا الطرف الثالث يحاول بشكل كبير أن يغير حياتك في فترة بسيطة ولكن سيفشل ولكن لا تحزن هذا الوضع يقول لك عندك بيكون ثمان السيوف مثل الحبيس ولكن لا تحزن فشلك مع الشخص الجديد أو حتى الشخص اللي يحاول أن يغير عندك الوضع لا يحزنك لأن وراء التغيير العنيف تأتي بداية جديدة خلك متفائل رح تأتيك بداية رح تأتيك تغيير شامل عنيف من شخص ولكن وراءه رح يخلف مثل الرماد اللي رح يشجع بداية جديدة في حياتك احتمال هذا الشخص يرجع لك مرة ثانية احتمال في المستقبل البعيد بعد انتهاء هذا الطرف من المحاولة معك ممكن ان تلتقي في هذا الشخص بمناسبة اخرى في مكان ثاني تكون احتمالية نجاح العلاقة بشكل اكبر ولكن تفائل هذا كرت التفائل دائما بعد الحريق او بعد سقوط البرج عندك ارض خالية تستطيع ان تبني عليها ما تشاء بالتوفيق عزيزي